تحاول المنظمات المعنية بالدعم النفسي لضحايا الحروب وخاصة الأطفال منهم أن تنشئ كوادر متخصصة ومدربة على التعامل مع مخلفات الحروب النفسية عبر ورشات عمل مكثفة يديرها متطوعون من جميع بلدان العالم هنا في منظمة مرام يخضع كادرها لورشات عمل على مدى عدة أيام وضمن محاور متعددة صلت الضوء من خلالها على أهم الاضطرابات الانفعالية الناتجة عن المفاهيم والمعتقدات الخاطئة كالقلق والمخاوف إضافة لمبدأ التفاوض وكيفية إتقانه نحن نعمل الآن في هذه الورشة على مبادئ التفاوض وخياراته ليصبح متاحا للمتدردين وليستخدموه في حياتهم اليومية وعلى الأخص في العمل ستستمر هذه الورشة لمدة يومين أتمنى أن تكون مفيدة للمتدربين في عملهم مع اللاجئين أهم النقاط التي طرحت في هذه الورشات هي الطراب ما بعد الصدمة الذي يظهر بعد تعرض حياة الطفل للخطر أو مشاهدته للأحداث الدامية وأصبح المتدربون قادرين على التعامل مع مثل هذه الحالات المهمة وغيرها التعامل مع الصدمة هي أكثر شيء هل أنها بهالحرب أكثر شيء عم نشوفه الصدمات صدمة الموت صدمة زو الإعاقة اللي بتروح له إيد بتروح له إجر هاي كلها صدمات كثير بشعة نحن كيف رح نتعامل معاهم؟ إنه جدا هذا أهم موضوع حاليا موجود عننا الفقدان كيف تعامل معهم؟ هو شيء ضروري ولازم نعرف أن نتصرف فيما لازم نوقف على الحياة ارتفاع أعداد الأطفال المتأثرين نفسيا مما يجري على الساحة السورية استدعى المنظمات الإنسانية لبناء كوادر متخصصة لمساندتهم فهنا وعلى مدى عشرة أيام وضمن ورشات مكثفة يكتسب هؤلاء المتدربون خبرات جديدة في التعامل مع الصدمات الناتجة عن الحروب على أمل أن يستخدموها في عملهم في مراكز الدعم النفسي أمار دندش أورينت نيوز من مدينة الريحانية التركية